اشتركوا في القناة خليفة عاهلة البلاد المفدى بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم السباق مؤكدا أن هذا النجاح جاء نتيجة للدعم الكبير الذي حظي به السباق من قبل جلالة الملك المفدى وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاحه من كافة النواحي في ظل الاهتمام والتوجيهات المباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والتي ساهمت بشكل واضح في إخراج السباق بالشكل المتميز وإبرازه بحلة تنظيمية بارعة. وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره واعتزازه بالدور البارز والجهود المخلصة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إنجاح سباق ومتابعته المستمرة لكافة الاستعدادات المتخذة من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والاطمئنان على سير تلك التجهيزات بما يتوافق مع توجه المملكة في إنجاح سباق. باعتبار المملكة موطنا لرياضة السيارات في الشرق الأوسط. وأكدا أن حلبة البحرين الدولية تمكنت من الوصول إلى الأهداف التي وجدت من أجلها. وتحقيق العديد من المكاسب للمملكة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت والعمل على تعزيزها. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمجلس إدارة حلبة البحرين النجاح الكبير للسباق. وأكدا أن إقامة السباق شهد ندية وإثارة كبيرة. إضافة إلى البرامج والفعاليات التي قدمتها حلبة البحرين الدولية. ما جعل من المملكة محط أنظار العالم.